السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين لا تنسوا تلميذ الأعزاء أن تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الفيديو أقدم لكم تلميذ الأعزاء وضعية إذ مجيعة للعائلة كالعادة مقدمة عرض وخاتمة المقدمة العائلة هي البيئة الوحيدة التي تجمع أفراد الأسرة تحت رداء الحب والحنان والطمأنينة والاستقرار وهي النواة الأساسية لبناء المجتمعات العرض العائلة هي مجموعة من الأفراد تشمل الأبوين والأبناء وقد تمتدوا لتشمل الأجداد وغيرهم أي الأعمام والخالات أو العمات من الأقارب تعتبر العائلة البيئة الوحيدة واللبنة الأساسية في المجتمع التي تقوم بتربية الأجيل الجديدة وهي المدرسة الأولى التي تعلم الأفراد القيم والتقاريد ومبادئ الأخلاق والمهارات والمسؤوليات العائلة مصدر الأمان والسكينة والحماية والتوجيه وهي الحياة بكل ما فيها من فرح وحزن وتفاؤل وكذلك تشاؤم كما تلعب العائلة دوراً حيوياً في حياة الأفراد لأنها تساهم في تكوين الرجال ونساء المستقبل وفي تشكيل الهوية الشخصية كما تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك بالإضافة إلى ذلك فهي توفر المودة وتشجع التضامن وتقوي العلاقات والروابط الاجتماعية مما يعزز من استقرار المجتمع كله العائلة وحدها التي تجعل ذكريات أفرادها حية لهذا يجب أن تكون العائلة فيها كل القيم السليمة التي يتربى عليها الأبناء حتى يتقوى ويزدهر المجتمع بهم لأنها البذرة الأولى التي ينهض منها الإنسان نحوها أو لنور الحياة الخاتمة تمثل العائلة الحجر الأساسي لبناء المجتمع أو المجتمعات وتطويره وهي أساس الصعادة والحب والأمان لهذا يجب علينا تقديرها والحفاظ عليها وعلى الروابط القوية لأنها نعمة من الله عز وجل قال الله تعالى بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم الآية رقم 21 من سورة الرؤم وإلى وضعية إدماجية أخرى أو تعبير جديد في فيديو قادم إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته